اشتركوا في القناة عائدات وفهمت عليش قلت اليوم انا ولد ذكروا اللي بارح صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون تنقيح المرسوم متعلق بالصرحة الجزائي وتوظيف عائدات وبرمت وكانت لجنة التشريع العام قد أدخلت بعض التعديلات على عدد من الفصول حاولنا لخصوكم أبرزها في هذا التقرير لأمنا سليتي صادق مجلس نواب الشعب يوم أمس على مشروع قانون تنقيح المرسوم المتعلق بالصرحة الجزائي وتمت المصادقة عليه بأغلبية الحفور وكانت لجنة التشريع العام قد أدخلت بعض التعديلات على عدد من الفصول ونفكروا أن الجهة المبادرة قدمت مقترحات جديدة تتعلق خاصة بعضوية لجنة الوطنية للصرحة الجزائي وحدد المرسوم المناقح الأعضاء بصفاتهم وقد شملت تعديل تغييرا على مستوى الصنفين ممثل عن القفاء الإداري وممثل عن القفاء المالي حيث أن المرسوم المناقح الذي تم تقديمه يموص على صفتهما كرؤساء للدوائر التعقيبية والاستئنافية وقد تم تعديل هذه المسألة من خلال التنصيص على صفة قافي له أقدم 15 سنة وليس بفرورة أن يكون له صفة أو خطة رئيس دائرة كما تقرر الإبقاء على نفس تركيبة اللجنة كما شملت التعديلات الفصل 25 والذي يتعلق بفربيت الصلح من بينها دفع المتصالح 50% والبقية على ثلاثة أشهر واعتبر نواب اللجنة هذه المدة زمنية محدودة ولا تمكن الشخص المعني من تسوية وفعيته وتم تقديم مقترحات بالترفيع فيها بين الترفيع بـ 10 شهرا أو الترفيع بـ 6 أشهر وبعد نقاشات متولة وقع التصويت والمصادق على المقترح الترفيع بـ 6 أشهر وتم استبدال ثلاثة أشهر بـ 6 أشهر وتم تعديل فصل 37 في السطر الأخير لتصبح السيغة المعادلة في حالة الفرار تتم مصادرة أمليك طالب الصلح وكل الأموال والمكاسب التي انتقلت منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى أصوله وفروعه وقارينه وأخواته وأسهاره سواء بقية الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى ولا ترفع المصادر على الأموال المفكورة إلا إذا أثبتوا أن مأتها لم يكن من المتحصل بجريمة لطالب الصلح فيما أثارت التعديلات المتعلقة بالفصلة لفين جدلا واسعا نفرا لرفها من قبل وزيرة العدل ليلة جفيل باعتبارها ستفرغ مشروع القانون من محتوي ومن شأنها أن تخرج مشروع القانون عن مصار الصلح وزيرة العدل ليلة جفيل كانت حاضرة خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتنقيح مرسومة صلح الجزائي كانت لها العديد من التصريحات تقول لا مصلحة في سجن رجال الأعمال وصلح الجزائي فرصة لتصفى القلوب وزيرة العدل تقول أن المشاريع التي ستنجز في إطار الصلح الجزائي ستساهم في إقامة صلح بين رجال الأعمال والشعب إنسان مكنش عنده حتى يمشي عشرة كيلومتر على ساقير تعمل له حافلة ولا تجي تعمل له معمل اللي يخدموا فيه تي مش بيش يحبوه الشخص إذيك بركة تيحبوه حطوه ما يحطوه على روثه أنا راه الصلح الجزائي داي راه فيه فايدة للمواطن اللي هو مسكين يعاني ولا للرجال الأعمال ولا أي متهم آخر اللي هو عنده قضية جزائية ولا عنده حتى موضوع ديواني ولا جيبائي ولا الكل ومشاكلهم ستتحلرة وناس تولي تخدم فيه سلم اجتماعي وفيه أمل اجتماعي والناس لكل قلوبها على بعضها نختم بآخر تصريح لوزيرة العدل تقول بعض المقترحات التعدلية المقدمة من قبل النواب أفرغت أو أفرغت الصلح الجزائي من هدفه الحقيقي تدرسناهم إحنا مقترحات التعديل وشفناهم الحقيقة إنا شفتهم خرجوا بينا على المسار الصحيح متاع الصلح الجزائي احنا الصلح الجزائي كمشينا فيه شنه الهدف منه المشروع هذه وشنه الهدف من التنقيق الهدف من التنقيق هو حوكمة المسار متاع الصلح الجزائي وتسهيل الإجراءات وتحقيق زدى ضمانات كي جيوا وشوفوا احنا المقترحات اللي صاروا خطدهم المقترحات جيوا في آخر وقت وجيوا بعض عملنا متاع اللجنة احنا خدمنا مع اللجنة وحضرنا كممثلين علينا احنا على رئيسة الحكومة على وزارة المالية في اللجنة وقعت ديرس برشا اقتراحاته وتوافقنا على بعض الاقتراحات اللي هي ما كانتش يتمس من من صلب الموضوع من صلب الهدف متاع الصلح الجزائي خطر الصلح الجزائي هو في الآخر شنوها هي مصالحة صلح الجزائي مصالحة بين الشعب اللي رأى امواله مشيت بطريقة غير قانونية وبطريقة غير شرعية وبين الناس هذوما اللي يستوليوا على الاموال هذوما وعندهم خاصة عندهم قضايا منشورة وحتى اللي ما عندهمش قضايا منشورة خطر هو الصلح مفتوح للي عندهم قضايا ولي ما عندهمش قضايا يلح هذا تقريبا أبرز مقيل سمعنا زادة تصريحات بعض النواب كان معنا البارح أيضا ياسر القراري رئيس لجنة التشريع العام سمعنا من خارج البرلمان أصوات من خارج البرلمان كما مرصد رقابة يمكن إجماع أنه اللوم أنه صار دون مناقشة مجتمعية مروان قانون صار في محسوب ويكلو النقاش على القانون هذية نحكيه على ثلاثة جلسات استماع فقط عملتهم لجنة التشريع العام وثلاثة جلسات مع جهة المبادرة ومقترحات التعديلات هذو ما اللي نحكيه عليهم رأوا ثمانية مقترحات تعديل فقط رأوا في المسارات اللي شفناهم في تونس وشفناهم حتى في بلدان أخرين رأي قوانين بالأهمية هذية تاخذ أكثر وقت ويتسمع فيها أكثر ببرشة ناس على سبيل المثال ماذا كان يمنع لجنة التشريع العام أنها تسمع أعضاء اللجنة السابقين على سبيل المثال شنو الصعوبات اللي تعرضتوا لهم في العمل المتاعكم وشنو التنقيح اللي نجموا لنا عملوه باش نسهلوا عمل اللي يجيوا بجيوا بعدكم فما أستاذ قانون فما منظمات وطنية فما جمعيات ولو أنه تقول الجمعيات محتوطة في وضعه ماهوش بهي بكل أما هذا يكون لنا نحكيه على مرة أخرى برلمان متجانس متوافق مع السلطة والوظيفة التنفيذية وتعمل هذا كل في ظرف جمعتيين إذا كان متجانس جانس علش اليوم أو البرح وزيرة العدل ليلة جفال تنتقد خلال المداخلة متاحة المقترحات تقول راهو بعض المقترحات التعديلية التي قدمت من قبل النواب أفرغت الصلح الجزائي من هدفه الحقيقي يعني تم مقترحات مخالفة لما تقول أنت يعني متماهية مع المصار والسلطة مقترحات التعديلات اللي شفناها رأي في مجرد تفاصيل فما حتى مقترح التعديل يمس بجوهر هذا الصلح الجزائي ومن الطبيعي إذا دروا من الشير من الناحية الأخرى أن السلطة التنفيذية لما تكون هي صاحبة مشروع القانون تحب تعديه كما هو هذا داخل في إطار الحوار المجتمعي وفي إطار التجاذب السياسي الطبيعي بين سلطتين لكن رأنا نحكيه على مسائل تفصيلية لم ما دخلتش لا في الفلسفة العامة متع الصلح الجزائي وما حاولتش حتى يعني تجبد شوية من الجانب المقابل على سبيل المثال رأي خرج خرج القانون بتحسين منقطع النظير لقرار مجلس الأمن القومي الذي لا يمكن منطعن فيه ولو بدعوة تجاوز السلطة لأنه فما أصوات طلعت في وقت من الأوقات قبل في إطار التنقيه هذا يقول وأنه القانون المنظم لمجلس الأمن القومي ما يخولوش الخوض في مسائل من النوع هذا فاجينا في إطار الحوار هذا زدنا حصناه وزدنا منعنا أي طعن ممكن بالنسبة للقرارات هذه يعني زدنا عززنا ما تقدمت به هي جهة المبادرة ومراش وأنه صار فيه يعني تغيير جذري حتى المسألة اللي تخص مصادرة أملاك الفروع وكذا حتى هذه فيها جملة يعني قانونيا نشك فيها نقل المباشر أو غير المباشر شو معناها أنا أنا ننقل يعني ملك بطريقة غير مباشرة الولدي ولا البابا أذي كيفاش تتعمل عمليا معناها كيفاش شنو معناها فبالتالي شوف أنا نعتبر أنه القانون هذا صور لنا حتى في نسخته الأولى على أساس وأنه يشابه المثالية ثم كان رئيس الجمهورية وهو مشكور في النقطة هذه أنه تفطنا إلى بعض مواطن النقص وبادر بتنقيحه و حتى التنقيح كان يعني ماشي في طريق سريعة بالنسبة للبرلمان وكان من الواضح من اليوم الأول أنه لن يتعطل بأي شكل من الأشكال خليفة يلا يعني الملاحظة للون النقل بطريقة غير مباشرة موجود شو موجود ما قلتش مش موجود أما عمليا قانونيا ما شو معناه كان واحد مجرد خدام في علاقة مثلا بالنظام السابق مجرد خدام أموال فجأة بعد ثورة تقع غني كيفاش كان غني كان مجرد خدام معهم تعطاتوا فلوس بطريقة و بأخرى ولا مالك أملاكة كبيرة تعكس أنه هو رجل هذا كطالب الصلح وولد عمو ممكن أنا عندي أموال تحصلت عليها بطريقة غير قانونية مشي تنكتبها باسم وولد عمي ممكن هذا هذا كنقل مباشر لا عطيته الفلوس ومشي هو أخذاء الأملاك والأراضي والدنيا تلفتنا قناة مالك هناشر ومالك غيرها هذا كتفصيلية أنا شو نقول هناك مسئولية تاريخية باعتباره وصار قانون هذا كأمر واقع الآن جاوزنا برحلة النقاش وغيرها هناك مسئولية تاريخية أمام السيدة وزيرة العادة سيدة رئيس جمهورية ومجرس الأمن القومي عليش المسئولية نقول لأنه اقتصادنا في وضعية هاشة ويتطلع إلى التعافي التدريجي ومسئلة صلح الجزائي في علاقة كبيرة كبيرة جدا بوضعية الاقتصاد بصرف النظر قلنا عن المساوغ الإديولوجي والنظري ومسئلة استرداد الأموال واموال الشعب ومنهوبة وكذا ولكن جزء كبير من المطلوبين بصلح الجزائي هما عندهم مؤسسات عندهم أموال عندهم خدامة عندهم مناشة اقتصادية داخلين في الاقتصاد المشكلة مرتبطة بالزمن كداش بشي ياخل موضوع هذا باش يحسم باش ناشي تمشي تخدم عروح كيفاش يحسم هكا ولا هكذا كموضوع أقو ولكن ينزم يحسم الملاف ميقودش كما العدالة الانتقالية 12 ناوح لطول ما سكرناه الملاف أو محاكمة الرجالات نظام السابق 12 ناوح الزال يمشي ويجعل محاكم وغيرها أو المصادرة السابقة هاي أفضت إلى نتائج سلبي دمرت مؤسسات ضعت شركات اتنحت موارد داعيش وناس ما حققش الاقتصاد المطلوب من تلك العملية ان شاء الله هذا نتلافاه هذا فيه مسئولية لمن السيدة وزيرة العادل السيدة رئيس جمهوريس المجلس الأمن القومي اللي صحيح خوف ناس ولكن يعطي الخوف وتمأنينة في نفس الوقت أنا نقول أعلى سوى خوف وتمأنينة تخاف لأنه هذا ما تنزمش نقش معاه انت في نهاية قرار مجلس الأمن القومي ولكن يعطي تمأنينة أنه يخرج رجال الأعمال من دائرة ابتزازات كثيرة زادك اللجان اللي تعاملت خلت بتنزك الدولة لا معناها يعطيك تمانيا مش بالضرر تدخل للابتزاز دولة علش تدخل للابتزاز مهلا ما نتصوره مش يفكره با أنه مش يكون في حلاقة وش عندهم يصور فكرة حتى المصادر جربناها ما عطتش أكلها هاي المؤسسات خدامك اللي تصادر كل تدمرت استفاد دولة وأنا نشطرها الوزيرة مش نيرفايد أنه ناس في الحبس لسببها ولي آخر يريد بلاد ما فيهاش ناس في الحبس أو حالة انشاذة هذا الهناس تتدخل مسؤولية الدولة مو لازم فهم موضوح مسؤولية الدولة التسريح في الإجراءات التخفيف من الإجراءات التفاوض مع الناس استحثاثا على أنهم يمشوا في هذا المسار هذا مهم جدا أنه تمشي الناس في المسار خنسكروه الملف قديش طال من الدولة لكي تحط ناس في الحبس هذا يتسمى ما حتى مكسب أي هذا يتسمى جانب من جوانب الاستحثاث الفلسفة الأولى كانت طوعي وباهي وتفضل وبرح بابيك وكذا بعد ولت هك في الحبس حتى ينتخلص بخلاص بخروج القانون كاليش قد كنشتر السيد الوزير كي تقول أنا ما حبش الناس في الحبس هي اللي زي نمشوا للعملي ما هو موجود القانون حتى في مستوى القانون ما نعرفه هل يعني الناس اللي موجودين في الحبس ولا لا هذا يأحدى أحدى مواطن الضعف الأخرى في التنقيح هذا لا 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 القانون شوف كي تقبل أنت تمشي للصلحة الجزائي توقف التتبعات الجزائية اي اي لا لا نحكي لك 50% من الخطوة نحكي لك عن الملفات اللي موجودة اليوم أمام اللجنة في إطار الصلحة الجزائي ما نعرفوش هل هي مشمولة بالتنقيح أو يطبق عليها القانون اللي قبل الأصل فيه مش يطبق عليها التنقيح هذا كان جافة هذا معك هذا في الجوانب قتلك والنقاش كان ناقص وكنت نتمنى أن معناه يكون نقاش مع جزء من ممثلية رجال الأعمال يعني ما هو هذية الكل ما هو النقاس هذية الكل تولي تأثر على مسألة الثيقة المهمة سيد مروان قتلك هنا مسؤولية سيدة وزيرة العدم مسألة أمن قول سيدة رئيس الجمهورية أن بما يتخذوه من الإجراء لأنهم عندهم صلاحيات مسألة أمن عنده صلاحيات كبيرة يتلافى مثل هكذا نقص تأخذ القرار تو نشوفه ردود فعل ربما تقبل الناس بهذه الأحكام اللي بيش يصدرها قداش بيش يعاوض الشخص ومعندوش خيار وعنده لا لم يقعد في التقاضي الجزائي يكمل مسار القضاء عنده خيار هكذا هو خيار هكذا عنده مسار القضاء يخرج من منظومة الصلح لا يخرج من منظومة الصلح من حقه واني يقولك أنا هذا مش ساعدني نمشي للتقاضي العادي من حقه نحكيه على جديد الغرفة السوداء أو ما يعرف أعلاميا بالغرفة السوداء صلب وزارة الداخلية وين أفاد مصدر قضاء لبرنامج غون ديفونوف منذ قليل أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانا قرر تأجيل جلسة النظر في القضية هذه قضية ما يعرف بالغرفة السوداء كان منطلقة الأبحاث في ملف القضية أثر تولي قاضي التحقيق بالقطب القضاء لمكافحة الإرهاب حجز وثائق داخل أحد مكاتب وزارة الداخلية منذ أربعة أعوام تقريبا لتأذن نيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في شأنه هذا تقريبا اللي عندنا اليوم خطر تحكي أنه ربما تكون هناك جلسة لكن تم تأجيلها للنظر فيها هذا يا زيادة ياسر موضوع قديم جدا لسنوات تحكي فيه وثائق كانت على قارعة الفيسبوك أسماء مهمة ومهمة جدا في وسط الدولة أو في وسط أحزاب سياسية بعينها تسألنا على مدى صلابة وزارة الداخلية آنذاك بما أنه ولينا نحكي على غرفة سوداء واختراقات وتسريب للوثائق المهمة ولمحجوزات المهمة في علاقة بالقضايا الإرهابية والاختيالات السياسية تؤجل مرة أخرى اليوم مروي مرة هذا يظهر لي من الصناديق السوداء العديد لموجودة في تونس اليوم على المستوى القضائي ليس للمجالات أخرى نحكيه على الغرفة السوداء نحكيه على الجهاز السري نحكيه على ملف الاغتيالات السياسية نحكيه على أيضا محاولات اغتيال رئيس الجمهورية اللي تحكي عليها في عدد من المناسبات هذا من كلهم صناديق سوداء موجودة تهم الرأي العام خلافا لما نجمو نتصوروه مرتبطة بالعمل السياسي في تونس واللي معناش عليهم معلومات دقيقة ورسمية خاصة الحاجة الخايبة وين الحاجة الخايبة هو أنه هالصناديق السوداء هذي الكل الناس كل بنات عليها حاجة خاصة على المستوى السياسي فما يكون استعملها لتشويه وشيطان الطرف اخر فما يكون استعملها على اساس انجاز في عهد يانا تحل كذا وتحل كذا فما يكون استعملها اللي لعب دور الضحية وقت اللي الهنان نهضة على سبيل المثال وقت اللي أنا وقت اللي كحزب كانت موجودة في الحكم ها والأطراف الفلانية والفلتانية تحرك في قضايا غير موجودة باش تمس من الشرعية إلى آخره فهذا يرجعنا لمسألة غياب الخطاب الرسمي حول القضايا المهمة هذية اللي تفتح الباب لكل الاستعمالات كل التأويلات كل القراءات وفي غياب بطبيعة الحال المعلومة المؤكدة كل واحد نجم يقول اللي يحب ومزلنا مواصلين في المنحة هذة خليفة أنا شقول لأن القضايا هذه الشائكة ومعاقدة صحيح ولكنها تعيش تحت وقع ضغط كبير وكبير جدا شوف رغم ما تأخذ من مآخذ عن القضاء تيلة المدة من 2011 على أنه يعاني روزاد القضاة يعانيه بصرف النظر ما أخذ في القضية هذه أو في القضية تلك أو في الاستقلال أو في القرن من السلطة أو في بعض من السلطة أو 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 ولكن يعاني في ضغط كبير جدا من الرأي العام من القوى السياسية من الفاعلين الحقوقين والمدينيين كل واحد يجبط في اتجاه جهة لأن العركة هذه فيها كثير من الإديولوجيا فيها كثير من قضايا السياسة فيها قضية كثير من الصراع على السلطة فيها كثير من الوجاه ومن الحق وفيها الكثير كذلك من الباطل ومن الإضافة ومن النقصان مأساة بالحق ومعاناة كبيرة يعني القاضي يعيش أنا نقول أحنا هكا وتحت الضغط ولكن معدناش لا عدنا قرارات مش تاخذوها ولا عدنا معناها قرارات حاسمة تأثر على هذا وذاك فمن بالك في علاقة بالقاضي هذا يقتضي توفر إرادة كبيرة وإمكانيات زادة مادية ومالية كبيرة ياسر للمؤسسة القضائية باش تشتغل في أرياحية كبيرة وكبيرة جدا ملف تونس كلها تشكي ببعض أنا اكتشفت وقال لي مزاج الشكوى جاية وفي الطريق يعني هالمحاكم ساعات واحد كي تحكي مع واحد أجنبي من الأشقاء بالحق وش عندك بقضايا وش عندك بمشاكل وش عندك بمحاكم قد بتعني تقريب تونس هزين هزوز زوز أماكني بشولها يا ستونس السبيترات ومحاكم والله اللي تقول لش كون يخدم فيها البلاد هذه ياسر القضايا متشاب وطبعا يتفهم في سياق ثورة انتقال كبير زعزع لسلطة كانت في حالة من الثبات يعني والانتظام فجأة عرفت البلاد زلزال كبير على كل الواجهات ولكن العملية طالت ياسر أنا ديما نضع نفسي في مكان اللي قاعد يبحث نرض نفسي مكان اللي قاعد نضع نفسي مكان القاضي اللي جاري في الاجراءات هذه والمعاق حالة من المعاناة وقتاش يقول لك المواطن العادي نتقول لي تحت متابعة المواطن ولا المواطن العادي تابعة كان في الخبز وفي سعر الخضروات وفي قراية صغاره وفي الليتودات وفي مستقبلهم وخلقت هذه الأجواء ولينا نعيشوا بيها كل يوم كل يوم ناس في الدراء وناس تعبت ناس تهرب بلاتوية برا شوفتوا نسبة المشاهدة كل تابعة في كوديفوار وفي غيرها ما يحاول يلقاوا حالة من الأرياحية يتوجهولها في مكان آخر لأنه قاعدنا نعيشوا فيها وتحولنا من التحليل النقاش إلى الغوغائية ولد شد وجذب قوي جدا وبدأت تفقد معناها تباري قضايا ديها طوا تدريجين ما عاش ناس بلاد كاينها قضايا مبتذلة نتمنى أن نخرجوا منها لحلقة هذية ما يتعافيش وضع البلاد والاقتصاد إذا ما مشي ناش إلى غلق هذه الملفات مش غلقها يعني بش تتطفي عليها ظوء ولكن ينزم حاسم إليها بطريقة و بأخرى على جهة القانون بتوفير الإمكانيات بش تدخل البلاد إلى مرحلة العمل في وقتها شتاب تقدم هالبلاد هذه واقتصادها يتعافى ويلتفتوا لإصلاح التعليم وصلاح المرفق الصاحي وصلاح النقل وغيرها هالقضايا هذه كينا ماناش معنيين بها وقعدنا متبلانتين فالعركة متاع هال ملفات والقضايا والمحاسبة والصراع على السلطة والانتخابات لأنها لم تحزر وقعدنا ما قعدنا كاكتصنا واحنا كاكا قاعدين ما نتمناش أن نزيده مرة أخرى في الزمن في علاقة بالمسائلة دي تحسم وتنتهي بعد لحظات ضيفنا يكون محمد ليليم نصري نتقرأ سمي بسبب الهيئة العرية المستقلة للانتخابات فاصل طمار عود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر